اه اه لا دي تمام دي اول ودي كمال ايه الله شكل يوم تفطر العيال بان كيك بس اه اه حالو ممكن تحط جواها جيب نارومي تحط اللحمة مفرومة زي ما انت عايزة مادير الماكرونة شفنا يا شباب طيب الماديرة على الشاشة اسباكتة بلونيز ممكن نعملها بالاسباكتة نعملها بالبنة نعملها لزانيا زي ما انت عايزة مع معانا لحمة مفروم كندوز معانا بصلة ويتومة معجون طماطم وسوس طماطم ومعلاقة سكر على سوس الطماطم يا سكر علشان نعالج مشاكل الحمودة ممكن نحط بقدونس مفروم او جبنا برمجان او جبنا برمجان او جبنا رومي مبشورة ونعمل طبق ماكرونة مع البلونيز سوس مدرسة البلونيز ان احنا بنوصل الماكرونة نقدمها في سفينديش او نقدمها في الطبق ونحط عليها البلونيز وعلى وشاك جبنة المطعم الطلياني بيقدم لك الجبنة جنب الماكرونة تحط حسب نكمل الحدوتة بتاعة البلونيز او مدرسة البلونيز نقدر نعملها مع اللزانيا نعملها مع البنة اضافة الجزر ده اختياري او ميزة البلونيز ان هو متعدد الوصفات تعملي بي لزانيا تعملي بي كوسة بالبشاميل مع لحمة مفرومة تعمليها فطاير تاخدي منها شوية وتحط في الحشوة اللي عملتها من شوية بتاعة المطبة طالما عندك لحمة متعصجة بالشكل ده تقدر تستغلها في حاجات كتيرة زي الفل هعمل اللي دلوقتي عم مش شيف هحط معجون الطماطم اهو الله وصالصة الطماطم طالما حطينا معجون طماطم وصالصة الطماطم وطماطم بنحط معلقة سكر اعلل ولماذا يلا بينا عشان الحمودة اختياري يعني معلقة سكر كفاية ايه حلوة ونقلب دول كده الله اهم حاجة التركية اللي انا عملتها من شوية نفس الطاصة اللي كنت بحمر فيها المطبة بالشوية السمنة نزلت بالبصلة نزلت بالتومة نزلت باللحمة المفرومة وحمرت البصلاية وعملت البلونيز في نفس الطاصة او في نفس الحلة اه لان السمنة هنا بتدي تطعم حلو للبلونيز المكارونة انا ببص عليها اه راحت فين ما هي في قلب الحلة كنت بس شايفة دلوقتي سليمة علشان كانت لسه ايه متسلقتش انما اول ما بتنزل في الماية المغلية بتبقى بالشكل ده كده اه سيبها تستوي اه المكارونة ااخدها من الطاصة دي او من حلة السلق مع الزيت الزيتون هضف لها مكعب من الزبدة واغرفها على طول اه 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 تستخسلي المكارونة ده البلونيز خلاص ممكن نشوف معدير المهلبية اه ده جاهز بهارتنا هنا ملح وفلفل الله ده باريء باريء من الكمون والكسبرة البلونيز ما يتحطوش لكمون ولا كسبرة حطله زعتر وملح وفلفل عجبنا اول البلونيز ده دسم فيه دسامة فيه دسامة ممكن تعملي شوية زي دولت وتخلوهم في التلاجة عندك عجينة بان كيك او عجينة كريب طلعا وحشيها عندك مكارونة بنا مسلوقة شوية بشاميل عملت مكارونة بالبشاميل عندك كوسة تقطعيها وتعملي كوسة بالبشاميل برضو زي ما انت عايزي اه اخبار المهلبية ايه طالما اشتغلت في الحال وطبيعي على طول بنغير الجلابزات بنغير الشوكة بنغير السكينة ايه الحلاوة ايه شفت اه ده لازم يستوي على النار لانه ده هيتاكل على طول على الاسبكتة اه يشاروح النار تاني اه شفت البلونيز ده كده القوام ده لازم مطلوب بعد المطاعم وبعد المدارس وده اختياري بحطه معالاية دي مع البلونيز عشان يبقى له قوام ويعود قوام اللحمة بالديه فدي مدرسة تانية يعني بيبيح هنا احنا مش بنبيح هنا هبنعمل اكل اولادنا شوف انا بقولكم على كل التفاصيل اه ندوب الحليب ونشيل كل ده من هنا وشير عايزين نغرف مكرونة دلوقتي نشيل البصل والتوم مالوش عوزة وكعب زبدة حلو هنا عايز هنا دلوقتي هقولك هنعمل بايه الشوكولاتة الفرسية دي هنخليها نزين بيها المهلبية بتاعتنا عايز اعمل طبق مكرونة حلو ممكن نغرف المكرونة هنا اختياري الله باخد مكعب الزبدة الحلو ده كده بحطها على المكرونة وهي بتتسلي شفت بقى التركاية دي اه هو ده بتتديها لمعة شفت اه ميت المكرونة دي ما تتريميش اه شفت المكرونة اتغيرت ازاي اه فرحت وكعب زبدة مع سلق المكرونة اه زي الكل واسب المكرونة كده على النار هاخدها على طول من المصفة احطها في طبق التعديم واحط عليها البلونيز وانا شغال واحدة واحدة يبقى انت كده روحت على ايطاليا على الرومة جبت اشهر الاكلات عنديهم بالبلونيز اسبكت ممكن تقدم معاها جبنة اختياري شايفاو بيغلع النار حلو ازاي اه ممكن اعمل التركاية دي كده يلا دي زبدة اه الله عندك لازانيا استخدميه في اللازانيا الله مصلى عن نبي يلا بينا يلا بينا ادي اللي اسبكت بتاعتي بص بيعمل ايه اه يلا بينا هنا يلا هنا اه اه لازبكت بتاعتنا اخدت الزبدة اخدت الزيت بيحطها هنا الله عليك يا عم الشيف اوه ده الله انا بحب الطبقة ده وعرفت دي انا عاشق للمكارونة دي اه ولازم تستوي هنا اخلي بالك اه هنا مش هتخش النار تاني اه البلونيزة نشيل دي كده ونحط دي على نار شديدة ونشيل دي من هنا ونروع على البوتاجاز بتاعنا تاني بنصحك وانتوقفوا في المطبخ اول بول تروي مطبخك عشان نفسك تتفتح وتقعد في وسط ولادك في وسط ديوفك مع اخواتك تستمتع بالاكل زي الفل هناخد البلونيز بتاعنا نقلبه كده اه شفت الحلوة دي اه الله عليك عم الشيف شوية بلونيز كتاب مين يا راجل يا طيب زي ما قال المغازي اه ينزل فين الله اكبر يلا بينا اه اه حلوة اوي تسلمي دك عم الشيف مع المكرانة بشامل حكاية تعملي مكرانة بشامل النهاردة لديوفك يا حلوة اه اختياري انا مش بحب الجبنة بقى الجبنة بتشيل طعم البلونيز حط شوية بقدونيز حلوين كده اه الف هانا وشيفة للي ياكل صحتين نرجع للشوكولات بتاعتنا ايه الاخبار اه مهلبية طلعت كمان اه اه حليب نشا كاكاو فانيليا سكر حليب نشا كاكاو فانيليا سكر قولي ورايا حليب نشا فانيليا كاكاو سكر كاكاو 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 اه 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 اه